إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يُصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يُطِع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثةٍ بدعة وكل بدعةٍ ضلالة وكل ضلالةٍ في النار ثم أما بعد فلا يزال الحديث موصولًا حول قصة نبي الله موسى على نبينا وعليه السلام وكنا قد توقفنا في اللقاء الأخير عند خروجه عليه السلام من أرض مصر متوجهًا إلى مدين فقال عندما خرج منها أي خرج من مصر ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل فسأل ربه سبحانه وتعالى أن يهديه ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمةً من الناس يسقون ووجد من دونه ممرأتين تذودان قال ما خطبكما قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخٌ كبير فلما رآهما موسى عليه السلام ورأى ما به ماء من حيرةٍ في ذود الغنم أن تذهب إلى الماء ومعنى قول الله سبحانه وتعالى ووجد من دونه ممرأتين تذودان كان مع المرأتين غنم والغنم تريد أن تشرب ولكن المرأتان من حيائهما يمنعان الغنم أن تذهب إلى الماء حتى يفرغ الناس من سقي الأنعام التي معهم عندها يذهبن إلى الماء ليشرب الغنم أو لتشرب الغنم التي معهما فموسى عليه السلام رأى المرأتين على هذا الحال تذودان الغنم وهم في حيرةٍ من أمرهما فحركته المرؤة التي فيه والرجولة التي غلبت عليه فقال ما خطبكما قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء أي لا نتمكن من الذهاب إلى الماء لنسقي الغنم حتى ينتهي الرعاء من سقي أغنامهم وأنعامهم حتى لا نزاحم الرجال على الماء وأبونا شيخٌ كبير لا يقوى على الخروج ليسقي الغنم فهذا موقفٌ يحتاج إلى مرؤة فسقى لهما ولكن تزداد مرؤته جمالاً عندما انتهى من السقي لهما ول عنهما عليه السلام لم يفعل كما يفعل كثيرٌ من الرجال من استغلال الفرص للتقرب من النساء فبعض الناس قد يستغل الفرصة التي تقربه من النساء ليمدَّ بينه وبينها جسور الهوى يتحيَّن الفرص التي يقترب فيها من امرأةٍ حتى يتكلم معها حتى يطيل الحديث معها حتى يتقرب منها أكثر وأكثر وللأسف هذا حال كثيرٍ من الرجال فموسى عليه السلام لما سقى للمرأتين تولى إلى الظل منتظر منهما كلمة شكر إنما ول إلى الظل انتهت المهمة تلك هي الشهامة لم يطل معهما الكلام ولم يقل لهما لقد سقيت لكم الغنم أتريدان شيئاً آخر لأنهما لو أرادتا لطلبا وسبحان الله لما ولى موسى إلى الظل مع ما به من جوعٍ وإرهاقٍ ومشقة سفر أثنى على ربه جل وعلا فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خيرٍ فقير وهذا نوع دعاء أن تسأل الله عز وجل بحالك فموسى عليه السلام عنا بقوله فقير في هذه الآية أي ما نزل به من جوع هو قد عطش ولكنه شرب وهو جوعانٌ ولم يأكل بعد فهو يحتاج إلى طعام ولذلك قال أكثر المفسرين أن ما أراده موسى بقوله إني لما أنزلت إلي من خيرٍ فقير أراد بقوله فقير أي جوعان ولكن انظر إلى الأدب مع الله فإنه ما بدأ وقال يا رب إني جائع وذكر ما نزل به من حالةٍ شديدة ولكنه بدأ بذكر نعم الله عليه فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير أي يا رب أنك أوليتني خيراً كثيراً ولطالما أنعمت علي فهو لم يكن كنوداً عليه السلام يذكر المصائب وينسى النعم مع شدة حاجته للطعام لكنه تأدب مع الله عز وجل قال رب إني لما أنزلت إلي من خير يعني يا رب نعمك علي كثيراً ولكن أنا أحتاج إلى شيء آخر انظر إلى هذا الأدب مع الله عز وجل لأن بعض الناس قد يسأل الله عز وجل وهو يحسب أنه مستحق لعطية الله عز وجل فكأنه يعاتب ربه لماذا لم يعطيه وشتان بين هذا الحال وحال موسى يقول يا رب أنعمت علي كثيراً وخيرك علي ثابت ولكن يا رب مع ما أنعمت به علي أنا فقير لعطائك وهذا نوع دعاء يسمى بالسؤال بالحال أن تسأل الله عز وجل بالحال التي تشكو منها كما قال أيوب عليه السلام رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين وهنا موسى يقول رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير وكما قال يونس عليه السلام لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فإن كانت لك عند ربك حاجة فأحسن الأدب في السؤال واحمد الله بنعمه التي لطالما أولاك إياها ثم بعد ذلك يمكنك أن تسأل ربك بحاجتك مباشرة كأن تقول مثلا يا رب عبدك مريض فاشفه عبدك فقير فأغنه عبدك ضعيف فقوه هذا سؤال بالحال أن تسأل الله عز وجل بالحال التي تعيشها فقال موسى رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير وسبحان الله يقول سعيد بن جبير وهو على هذه الحال أكرم خلق الله عز وجل في زمانه ويا ترى هل ما مر به موسى من مشقة السفر والجوع والعطش هل هذا كان من هوانه على الله كلا والله ولكنه ابتلاء الله عز وجل الذي قدره على جميع خلقه في هذه الحياة الدنيا يبتل الله عز وجل خلقه بما شاء وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون سيدنا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه يقول دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه فإذا به يوعك وعكا شديدا مرض مرضا شديدا صلى الله عليه وسلم يقول فجلست بجنبه يقول فوضعت يدي على رجله فوجدت مس حره من فوق اللحاف أي أن الحمى التي أصابت رسول الله صلى الله عليه وسلم سخنية يعني ارتفاع درجة حرارته صلى الله عليه وسلم حرارتها تصل إلى اليد من فوق اللحاف التي كان يتغطى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو سعيد ما أشدها عليك من حم يا رسول الله فقال له صلى الله عليه وسلم إنا معشر الأنبياء يضعف لهم البلاء ليضعف لهم الأجر قال فقلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء قال الأنبياء سبحان الله قلت ثم أي قال ثم الصالحون وهل هذا من هوان الأنبياء ومن هوان الصالحين على الله كلا ورب الكعبة إن الله إذا أحب قوم لابتلاهم فلا يزال البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة فأينا يحب أن يلقى الله عز وجل بأوزار أمثال الجبال وأينا يحب أن يلقى الله عز وجل وهو خفيف الحمل خفيف الظهر من الذنوب والآثام فقال النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون يبتل المرء على قدر دينه فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء يقول النبي صلى الله عليه وسلم مكملا وإن كان الرجل فيمن قبلكم لا يبتلى بالفقر حتى ما يجد إلا العباءة يحويها كان الرجل ممن الصالحين من قبلنا يبتليه الله عز وجل بشدة العيش حتى ما يجد إلا العباءة لا يجد إلا ثوبا واحدا يلف به جسده فيبتلي الله عز وجل الرجل أو المرأة على قدر دينه ليعلي درجته ليكفر عنه السيئات ويكثر له الحسنات وقد يقول قائل ولم هذا أقول لك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العبد لتكون له الدرجة عند الله لا يبلغ ها بعمله يعني فلان من الناس يكتبه الله عز وجل في عليين ولكنه إنسان قليل العمل عنده كسل ليست عنده كثرة صلاة ولا صيام ولا صدقة كسلان عن العمل فأعماله لا تبلغه الدرجة إن العبد لتكون له الدرجة عند الله لا يبلغ ها بعمله فيبتليه الله عز وجل في نفسه أو في ماله أو في ولده حتى يبلغه الدرجة التي كتبها له فهذه من حكمة الابتلاء لو قلت لك يا عبد الله في أي الدرجات تحب أن تكون عند الله لقلنا بالإجماع في أعلى الدرجات ولكن أين العمل الذي يوصلنا إلى هذه الدرجات التي نتمناها فلما قصرت أعمالنا أن تبلغنا هذه الدرجات قدر الله عز وجل الابتلاءات ليرفعنا بها درجات جل وعلا قال صلى الله عليه وسلم إن كان الرجل في من كان قبلكم ليبتلى بالفقر حتى ما يجد إلا العباءة يحويها وإن كان أحدهم ليفرح بالبلاء من أحدكم بالعطاء عندما كان ينزل به ابتلاء يفرح شيء عجيب لماذا يفرح لأنه يعلم أن هذا من علامات المحبة إن صبر يعلم أن الله إذا أحب قوم لابتلاهم ويعلم أن العطاء دائما ليس علامة خير فقد يكون العطاء استدراج من الله عز وجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا ما يحب وهو مقيم على معصيته فأعلم أنه استدراج يقول لك والله الأولاد صحتهم عال والتجارة كل يوم في زيادة والوضع الاجتماعي كل يوم أحسن ثم هو لا يصلي ثم إن أولاده لا يصلون ثم إن زوجته تخرج على هيئة لا ترد الله ويقول لك بعد ذلك أنا فخير هذا استدراج إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا ما يحب أي ما يحبه العبد من الدنيا وهو مقيم على معصيته فأعلم أنه استدراج وما كان الفقر يوما ولا كان البلاء بصوره يوما من الأيام علامة على صخط الله عز وجل يقول الله عز وجل ولنبلو أنكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين فإن ابتلاك الله عز وجل ما عليك إلا أن تصبر فإن صبرت كان البلاء في حقك من علامات الخير فها هو موسى كليم الله يبتلى بشدة الجوع حتى إنه يقول لربه إني لما أنزلت إلي من خير فقير جوعان ولكن انظر إلى أدبه مع الله أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فلما فلما هذه الكلمات التي يسأل الله عز وجل فيها من فضله بأدب جم فهو في ابتلائه في غاية الأدب مع الله لم يتسخط على قدره ولم يقل كلمات تغضب الله عليه كما يفعل بعض الناس عند الابتلاء فجاء الفرج من الله فجاءته إحداهما تمشي على استحياء جاءت إحدى المرأتين إلى موسى عليه السلام والله عز وجل يصف حياءها وأكرم بخلق الحياء في المرأة من خلق ليست جريئة تخالط الرجال ليست جريئة تزاحم الناس إنما جاءت إلى رجل وجاءته على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا وهذا من شكر الناس من لم يشكر الناس لم يشكر الله وقال صلى الله عليه وسلم من قدم لكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئوه به فادعوا له حتى تظنوا أنكم قد كافأتموه أو كما قال صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس لم يشكر الله ووالد الفتاتين كان رجلا صالحا لما علم بصنيع موسى مع بنتيه أرسل في طلبه ليشكره ويجزيه خيرا على ما فعل قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فجاءه موسى عليه السلام ولكن انظر إلى أخلاق موسى وديانته وأمانته قال للمرأة سيري من خلفي ولا تسيري من أمامي حتى لا أنظر إليك سبحان الله يقول لها وأرشديني بصوتك يعني مشي شمال مشي مين ترشده بصوتها من وراء ظهره حتى لا تسير أمامه فينظر إليها وأكرم بهذا من خلق لا كما يفعل بعض الناس من إطلاق البصر في نساء الناس والله عز وجل يقول وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم بعض الناس لا يتورع أن يطلق عينيه كالسهام لتخترق أجساد النساء في الطرقات وربما أطلق عينه لتخترق أجسام النساء في بيوتهن إذا خرجت المرأة في الشرفة يتبعها نظرة ولا ينزل بصره حتى تدخل بعض الناس ممكن يطلع على السطح أو يطلع في البلكونة طالع عليه طالع علشان ينظر لعل عينه تقع على امرأة تخلع ثيابها أو امرأة متخففة من الحر فينظر إليها فإن كان إطلاق البصر إلى النساء محرم فهو مع الجيران أشد حرمة وقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه في يوم ما تقولون في الزنا قالوا حرام حرمه الله ورسوله فقال صلى الله عليه وسلم لأن يزني الرجل بعشرة نسوة أيسر عليه من أن يزني بحليل تجاره يعني لو أطلق الرجل بصره في الحرام للنساء فتزداد الحرمة إن أطلق بصره لنساء جيرانه مصيبة واعلم أن ما تفعله أن ما تفعله مع نساء الناس لابد أن يرد إليك إن لم تتب مهما كانت درجة تعديك عليهم فلابد أن يرد إليك إن لم تتب يا هاتكا حرم الرجال وقاطعا سبل المودة عشت غير مكرم من يزني في قوم بألف درهم في قومه يزنى بربع الدرهم إن الزنا دين إذا استقرطته كان الوفى من أهل بيتك فاعلم سيرد لك الكيل بمكيال وبمكايل ترد النظرة في زوجتك في أختك في أمك في ابنتك إن لم تتب وكان عن ترط يقول وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مثواها انظر إلى هذه الأخلاق لا يمعن النظر في النساء ويزداد الأمر إذا كانت المرأة من جيرانه فموسى عليه السلام ما قال لها هي بنا وجعلها تسير من أمامه إنما قال لها سيري من خلفي حتى لا أنظر إليك خلق رفيع منه عليه السلام فلما جاءه وصل إلى والد البنتين وقص عليه القصص قال لا تخف وإن قدر الله عز وجل البقاء واللقاء للأسبوع القادم نستكمل ما يكون من شأن موسى عليه السلام مع والد الفتاتين أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على فعل ما يرضيه اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين رب آت نخوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة ترجمة نانسي قنقر